صحيح أن وباء كورونا خطف الأنظار من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لكن السباق لا يزال غير محسوم حتى الآن قبل نحو ثلاثة أشهر من يوم التصويت وبالطبع يحتل الملف الاقتصادي أولوية لدى الناخب الأمريكي نستعرض اليوم أهم البرامج الاقتصادية لمرشحي الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري هذا العام من المنتظر أن تجرى انتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر ملف كورونا فرض نفسه على رؤية المرشحين فمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب يرغب في إعادة فتح الاقتصاد بأسرع وقت ممكن في المقابل يرى مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن أن يربط هذا الفتح كليا بتنفيذ اختبارات مكثفة لفيروس كورونا ملف آخر مهم هو ملف الضرائب الرئيس ترمب يعد بالمزيد من التخفيضات الضريبية كتلك التي أقرت مع بدء فترة ولايته في 2017 طبعا هذه التخفيضات شملت الكثير من التخفيضات للضرائب إن كان لأرباح الشركات وحتى على الأفراد بالمقابل جو بايدن يستهدف إلغاء بعد هذه التخفيضات التي قام بها ترمب والزيادة خصوصا على ذوي الدخل المرتفع ملف آخر ملف التجارة هناك بعض التشابهات بين برامج المرشحين في هذا الخصوص مثل دعم الصناعات المحلية ربما بايدن كان الأكثر تفاؤلا بالكشف عن خطة لشراء المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة الأمريكية بقيبة 700 مليار دولار ملف الصين الذي يعتبر ملف خلاف ترمب يقول بأنه سيواصل الضغط على بكين مع الاستمرار بالمفاوضات التجارية لكن بايدن يتجه إلى إزالة الرسوم على المنتجات الصينية وذلك مع تضرر المستهلكين والشركات الأمريكية بحد ذات من هذه الرسوم ملف آخر هو الرعاية الصحية وهو موضوع يعتبر شائق جدا في الولايات المتحدة الأمريكية ترمب تعهد بالإلغاء الكامل لبرنامج أوباما كير وتعهد أيضا بمحاولة تخفيض أسعار الدواء هنا يشترك مع بايدن في الهدف نفسه ولكن يبقى الخلاف كبير مع توجه بايدن لأن يقدم دعم أكبر لبرنامج أوباما كير من زيادة الحاصلات الضريبية ملف آخر خلافي بين الاثنين هو ملف الطاقة دونالد ترمب غير مقتنع بالتغيير المناخي ومن هذا المنطلق سوف يدعم مشروعة التنقيب عن النفط والفحم وسيدعم أيضا تخفيف القيود على الإنبعاثات الضارة من السيارات على العكس جو بايدن الذي تعهد باستثمارات انتصل إلى تريليوني دولار في البنية التحتية ودعم مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة تصويت الناخب الأمريكي هو من سيحدد من سيقود دفة أكبر اقتصاد في العالم خلال الأعوام الأربعة المقبلة ترجمة نانسي قنقر